مقولة حلوة كده بتقول اسمع معايا صاحب القلب الطيب ما يعملش غير الطيب مقولة حلوة لانه الطيبة دي دي احلى حاجة الطيبة بتطلع طاقة حلوة الفنان القدير اسماعيل فرغري انشأ منصة اسمها ايه قلوب طيبة ايه حكاية القلوب الطيبة في المنصة هي اول منصة على اليوتيوب ودي بتخدم الصم وضعاف السمع وبتقدم برامج تثقفية وفنية ورياضية ودروس لمحو الأمية ولغة الإشارة يعني حاجات كتيرة جدا فطبعا القلوب الطيبة هي اللي بتتابع المنصة دي واكيد المنصة دي بتسعيدهم تعالوا نعرف مزيد من التفاصيل عن المنصة وازاي جات الفكرة دي اصلا الفنان اسماعيل فرغالي ضفنا في التاسعة مساء الخير مساء النور شكرا على التقديم الجميلة يعني الفكرة حلوة يعني وفكرة ولدنا وأهلينا الطيبين دول اللي هما يعني فقدوا السمع طب ما هما لازم يعيشوا معنا في المجتمع حقهم المنصة دي جات ازاي الفكرة جات ازاي هي الفكرة حضرتك اللي هي صديق بيخرج مساحية للصم فقال لي وانها بيا سمع تعالى سلم عليهم عشان هما بيحبوك فقلت له حاضر سمعا وطاعم فبعد ما قفلت معاه رحت حاطي داية الاتنين في ودني عشان اتخيل الناس دي عارفيني ازاي وما بيتكلموش زي النور كده ما بتقطع صحيح دا الواحد الكفيف دا طبعيش ازاي صحيح ما هما ما قدرتش هستوعب حقيقة فروحت رايحة فلاقيتهم حالة حب انا فجئت وعنايا دمعت بجد لان هما يعين عشان ما بيسمعوش فبيعبروا دي علامة الاشارة بحبوهم تمام فلاقيتهم دي علامة الاشارة بحبوهم دي دي معنات اي اي ال الحرف ال 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 اي لاف يو اي لاف يو اي لاف يو انا كمان بقولهم دي علامة يعني مش انا كمان بقولهم اي لاف يو الكل اللي بيسمعونا ربنا يخليك فلقيتهم عشان ما بيسمعوش فبيعبر الابتسامة بتاعتهم كده فيه عنف فقلت طب الناس اللي بتحبيني اوي دي نين وعارفيني ازاي عرفت بعد كده ان ما بيعرفوش الممثل باسمه اسماعين فرغالي او فلان فلان بعلامة تمام فلما بدأت احمل سرش عليها ومشوف قلبي بقى بدأ يتحرك بقى قلت سبحان الله نقدر ربنا بقيت للمخرج ده عشان اروح عشان يتزرع فيه ده وابتنى انطلق اي لقيتهم عددهم ناس بتقول 8 مليون ناس بتقول 7 مليون ناس بتقول 6 مليون ايا كان الرقم ملايين وبدأت بقى عمل سرش لقيت في الوطن العربي عشرات الملايين وبرأ فلقيتهم 80% منهم اميين ما بيقروش ولا بيكتبوا قلت يعني ما بيسمعوش ولا بيتكلموا ولا بيقروا ولا بيكتبوا طب ليه اميين عشان بيوصلوا لدرجة تعليم معينة وبيقفوا أي 80% تقريبا منهم فقر انعزلوا عن المجتمع ما بنشوفهمش في الحياة ما شفناش رجل اعمال قصام ما منعزلين ليه بقى منعزلين عشان ابسط حاجة لو حد فيهم زينا تعب ابو ولا ام ولا ابن ولا بنته رحل الدكتور هيقول للدكتور ايه زي ما احنا بنقوله فعشان يحصل ده تواصل لازم يكون مترجم لغة اشارة معاه مترجم لغة الاشارة حضرتك اغلى من المترجم الاسباني والالماني والايطالي طبعا وهما على قد حالهم فانعزلوا عن المجتمع الهدف من القناة دي القلوب الطيبة سميتها قلوب الطيبة لان هما ما سمعوش حاجة وحشة عشان يقلوها وهم يعني لا سمعوا حاجة وحشة ولا حاجة حلوة طب ليهم احتياجات كتيرة ليهم احتياجات طبية وثقافية ودينية وا 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 فبدأت اعمل القناة حضرتك اي شاشة بنشوف فيها مترجم لغة الاشارة بيبقى اسفل الشاشة هما بيعتبروا دي اهانة فانعامل اي محتوى هيظهر بعد كده هيبقى تلت الشاشة للصم دي المترجم سوري والتلتين للمحتوى سواء فيلم او مسلسل او اي حاجة كل الاحتياجات اللي هما محتياجنه بس وموضوع كتير او يعني ممكن نتكلم في اسبوع طيب طيب يعني يعني فحطيت بقى على المنصة مواد بقى فنية وتسقفية الاقبال كان عامل ازاي هو لسه طبعا الكلام ده المؤتمر اتعمل من 15 يوم وكلمت الدكتور اشرف زكي لسه بقوله انا عايز اعمل مؤتمر صحف عشان عايز اعمل قناة للصم قبل ما اشرح له وقاللي موافق بصراحة عملنا المؤتمر حضره استيز احمد بدير استيز احمد سلامة فان قابت المعنى التمثيلية والنادي فتح لي مكان وقاللي اعتبره ده بيتك هو بيتي فعلا مرضود بقى الناس ان يتعامل قناة خاصة بهم دي اللي كانت حلوة اوه بدأت الناس كلها تقول يلا 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 معاكم طيب رحت للنادي الاهلي ونادي الزمالك لقيت فيه مشجعين للصم من نادي الاهلي وزمالك لان دي كمان لغة ما فيهاش كلام طبعا وانت عارفت كرة وهوس كرة طبعا يعني هي باينة جدا وهو سايف الكرة رايحة فينه وجام نينه بالزبط طبع فقلت عمل لهم استوديو تحليد لكرة القدم تمام وروحنا للنادي الاهلي ومفروض فيه زيارة قريبة عشان الدور يوقف ابقى فيه زيارة للنادي الاهلي يحضروا التدريب جزء منهم والنادي الاهلي يعمل لهم عملية لغة اشارة دي وبالزمالك وبدأت اخاطب بقية الاندية الجماهيرية اللي هي اسماعيلة في اسماعيلية المصري في البورسعيد الاتحاد السكن بقية الاندية كلهم اللي فيها جمهور لانه برضو كل المحافظات طبعا طب هما ما بيسمعوش وبتكلموا ولا بيقروا بيكتبوا ففكرت قلت انا عندي فكرة زمان لمحو الأمية فقلت اعمل محو الأمية بلغة الاشارة قال لي يعرفوا يعرفوا القرآن يعرفوا انجيل طبعا طيب هما بيصالوا الجمعة فسألت دار الافتة هو القصم ده ليه صلاة الجمعة انا بنزل انا كإنسان عادي بسمع خطبة الجمعة طبعا طب انا بسمعش خطبة الجمعة هل ليه طب بيروح لي عشان يعيش الحالة عنه ما بيسمعش حاجة خالص فبدأت أقول لهم يعرفوا دينهم يعرفوا ربنا يعرفوا النبي في برنامج ديني يعلمهم دينهم ايه تواصلت مع دكاترة بكل التخصصات وكلهم فتحوا اياداتهم بلا استثناء وعملياتهم للصم على أساس ان انا بعمل داتة دلوقتي للصم علشان لما ييجي حد أصم يروح للدكتور هيقول له ايه يبقى فيه مترجم لغة اشارة يدادة ترجمه هو طبعا زي ما شايفين كلنا اللي حببني أكتر واخدنا اشتغل هو اهتمام الرئيس بهم وكلنا شايفين ده طبعا عملهم حاجة اسمها واصل واصل دي حضرتك الاسعاف والمطافي والنجد عشان اي حد من الصم وجده اي حاجة بفيه أبليكيشن يفتح الأبليكيشن ويشتغل على واصل ده اه يفتح الأبليكيشن يلاقي كل سنتر قاعد مترجم لغة اشارة يتواصل مع الزابط او اي حد تمام هو كمان انت هتعرفهم بكمل الاشياء الفنية اللي موجودة بالذات لو في منهم اطفال في منهم كبار يتابعوا المسلسلات يتابعوا نشارات الأخبار يتابعوا كل الحاجات دي فيحس ان هو ليه وجود عايش معاني عايش معاني اه تواصلت مع بعض المنتجين منهم السياسة طارئونورو بشكره بدأ كنت انا عامل برنامج اسم محسن على هوا زمان بدأ يديني بعض الحلقات على أساس يبقى الكواليت بتاعها كويس ويتبقى الشاشة التلتين الحلقة والتلت للمترجم لغة اشارة دي قناتهم هم أغاني بقى مثلا اه أغاني هم أكيد بيشوفوا المطربين بالزبط فيه الأغاني اللي هي الألترس بسعى الأهل والزمالك برضو فيه دا ودا موجودين برضو بتلغط الإشارة عمل لهم برنامج بتعلمني فيه لغة الإشارة بنت طعيفة سمن اسمها مادونة دي ايكونة الصم في الشرق الأوسط لأنها أول بنت صم تخش معاة فنومة الصرحية فبنعلم الناس العاديين لغة الإشارة وأنا بدأت أتعلم لغة الإشارة مش عشان أبقى مترجم لا عشان أقول لهم في العيد كل سنة وانتوا طيبة عيد أطحى مبارك أشاركم عشان تتواصل معاهم بالزبط وفي ناس كتيرة جدا حابين لغة الإشارة أكيدنا أنا بنلعب أفلام طبعا فدي برضو عاملينها انت شاء الله بإذن الله بقى فيه رياضة بقى فيه الأفلام والمسلسلات أنا بدعو كل المنتجين ودع المتحدة إن هم يدوني الأفلام أنا القناة القناة دي مش للربح يعني أنا متأكدة إنه إذا أنت موجود أصلا في تلفزيون المصري حيث كل الإنتاج اللي موجود أعتقد إن هم مش هتأخروا عنك أبدا ولا المتحدة أكيد هتتأخر أبدا عندها بالعكس دي فكرة لطيفة جدا ونقدر لما تبدأ تحط إنت الحاجات على اليوتيوب كمان نعرج منها إن شاء الله فنقدر نساعدهم يعني فيه عدد من المطاعم في مصر بتتعامل معاهم بالزبط والناس أنا من الناس اللي بحب أروح المطاعم دي عشان أخذ واجبات وأتعامل معاهم وبقى سعيدة جدا طبعا وأنا بتعامل معاهم فإنت برضو ممكن تنزل خدمات مختلفة بشكل كبير وأنا كنت من 15 يوم مع السيدة دكتورة نائلة عرص تلفزيون وقابدت إن هي تعمل محو الأمية في التلفزيون المصري وإن شاء الله فيه خطوات جدية تعمل التلفزيون المصري بإذن الله هل بقى مثلا هتستضيف حديك فنان هتستضيف فنانين يحبوهم ويبقوا موجودين في القناة بص حضرتك أوتا طبعا موجود وكلهم بلا استثناء منهم الفنان أكرم حسني كل محدش ممانع في الخير خالص كل الناس عايزة تساعد أنا بس عايز أدعو برضو يعني مثلا إيه مسلسل زي الاختيار مسلسل مهم طبعا جدا طيب إحنا تفرجنا عليه عايز تعمله بلغة الإشارة بلغة الإشارة وأشوف الفنان أمير قرارة والممثلين يقولولهم كلمتين للصم إن إحنا مبسوطين لن نتفرج عليه وعلامة الإشارة حيبقوا سعادة جدا وأنا متأكدة لو أنت خطبت الفنانين دول كلهم حيسجل لهم نفس الكلام اللي أنت بتقول عليه وأنا بضم صوتي لك إنه الاختيار مهم إنه هو يكون ينزل عليه لغة الإشارة يعني حيبقى مفيد الاختيار الممر كمان الأشياء بالذات اللي هما كبار السن يحسوا بوطنيتهم وشاركتهم هم عدد اللي أنت حضراتك بتقول عليه إنت عارف حديك لو جبت لهم فيلم دعاية كاروان شوف إحنا تفرجت عنه كم سنة طبعا هما بيزبالهم جديد ما تفرجوش على ده طبعا فيحس إنه هو عايش الحياة وعايز أقول للناس في الشارع علموا ولادكو لغة الإشارة مش هنحاجه عشان إنت لو شفت في الشارع ما تتنمعش عليه طبعا وتعرف تتعامل معاه على طول بالضبط ويبقى أبسط حاجة إنت عامل إيه إنت عايز إيه أبسط أبسط الأشياء ودي مش محتاج بقى نقول بقى وزير التربية بس خلال حضرتك إحنا عندنا طبعا برامج كتير في التلفزيون وبتبقى موجودة فيها لغة الإشارة وبيبقى على طول موجودين معانا وصلات الجمعة أعتقد فيها لغة الإشارة فيها بس بتبقى تحت خالص غلّة ما تكون أنا شايف بحكم حضرتك طبعا أنت قناة متخصصة شايف بحكم كاملة بالنسبة لهم بس أصد إنه كمان ده موجود ومتاح بشكل كبير فممكن كمان يساعدهم كمان قراءة الأخبار يعني بقى عارفين بردو عارفين عايشين في إيه حوالي من الجو حر برد بكرة في إيه رحين في الحركة انت بعات الأهالي بقى إيه إيه الأهالي الأهالي شوف أقول لحدك حاجة جبر الخواطر ده يعني أنا عايز أنا بعملهم حاجة كمان فيها دراما خمس دقائق كدوان طب خلينا ناخد دي الدراما دي بعد فصل كده قصير ونتوقف وخلينا نقول لكل اللي بيسمعونا بنحبكوا أوي أوي تابعونا بعد فصل قصير